السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي منهك كونكت بلاس. في حلقة اللي فاتت بالنسبة لطلاب منهك كونكت العادي وانا عارف منهم في طلبة لسه موجودين مشتركين في جروبين مختلفين يعني بياخدوا كونكت وبياخدوا معانا كونكت بلاس فانا كنت قلت لهم ان انا كان مفروض اطلع لايف فبالنسبة لظروف النهاردة اجلتها للدرس الجاي وما قدرتش طبعا ان انا الغي الدرس. انا رحت كده حضرت الفرح بتاع نص ساعة وجيت بسرعة علشان اعمل لكم الحلقة النهاردة مش اقدر اعتزم مرتين طبعا حاجة صعبة فمعلش سامحون النهاردة هنشرح الدرس الاول من يونت فور وبعدين المرة الجاية هنطلع لايف ان شاء الله نحل امتحان يونت تون. اليونت تري بتتكلم عن الاكل وبتتكلم بس بتعمق تمام هناخد كمان الحاجات المفيدة اللي جوه الاكل هندخل في العناصر الغذائية وهنعرف يعني كربوهايدرات وهنعرف يعني ايه بروتين ويعني ايه فيتامينات كل ده هندلسه ان شاء الله في درس النهاردة من ماذا يوجد في الطبق خاصتك ايه الموجود في الطبق بتاعك تمام تعالى كده نشوف الموجودة عندنا النهاردة هي الكربوهايدرات اللي بتدينا الطاقة تمام بروتين البروتينات المختلفة سواء كانت نباتية او حيوانية فيتامينز الفيتامينات فاتس اللي هي الدهون مينيرالز المعادن شجر سكريات او سكر فايبر الالياف كاربوهايدرات دايري اللي هي منتجات الالبان كالسيوم ده عنصر من العناصر المعدنية المسؤولة عن بناء العظام كالسيوم نيوترينتز خدناها بلا كده هي المواد الغذائية بلانس برضو من الكلمات المكررة معناها التوازن انرجي هي الطاقة كل دي كلمات مكررة ديليشوس ديليشوس لذيذ هيلثي دايت يعني نظام غذائي صحي هيلثي دايت مش كلمة دايت اللي متعرف عليها اللي معناها تخسيس لأ هيلثي دايت معناها نظام غذائي صحي دايري كالسيوم نيوترينتز بلانس انرجي ديليشوس هيلثي دايت ميكيو سترونج معناها يخليك قوي يجعلك قوياً رايت كاينتز معناها انواع صحيحة رايت كاينتز ويرك وال يعني يعمل بجد او يعمل بطريقة جيدة ويرك والميكيو سترونج رايت كاينتز اجزاء الجسم كلمة قديمة العضلات كلمات كتيرة جداً متكررة خدناها قبل كده في منها الكونيكت العادي فما يخدكش كتر الكلمات انت لما تصفيهم كده هيتطلع نصهم بالضبط على اكتر من الصهم واخدينهم قبل كده ادي يعني في اليوم اجزاء معناها الطبق جزء اللي هو الفطار طريقة جيدة طريقة كويسة جيد لي مثلاً جيد للصحة لأن معناها يحتوي على أدي اي جIns جيز جزء جهز جمع جين جمع 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 ترجمة قومة جمع 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 فهاي جمع يكتشف. يكبر أو ينمو. يتذكر. يشرب. يشرب. يأكل. ترى. 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 ما فيش دي يعني كل شوية اقول لك في كلمات كتير متقررة وانت عارفها. أطعمة. خضروات خضروات بانانة فيش دي عندنا نقولهم بالعربي يعني خلاص كلنا عارفينهم دولة بريد باستا رايس سيريال يمكن بتوع المنهج القديم خدوها في تالتة ابتدائي زيكم كده بالزبط اللي هي طعام من الحبوب اللي بتعمل على الفطار اجزء البيض خلاص مفيش ده عندنا نعيدهم كلكم عارفين الكلمات دي قديمة قبل كده خدناها فيش ميت اويل والسودا كل ده برضو خدناه يمكن دي جديدة شوية معناها معجون للأكل تمام زي الزبدة كده بتفرد زي الحلاوة الطحنية اللي انت بتجيبها ميلك لبن جيز جبنا كيك وبسكويت تمام يلا بقى نخش في المفيد يعني يعني عنصر من العناصر الغذائية وبيدينا طاقة ممكن نحصل عليها في من العيش باستا من المكارونا من القرز ومن الحبوب الكورنفليكس دي اللي بناكلها على الفطار او العشاء يعني كاربوهايدرات يعني النشويات اللي موجودة في العيش وفي المكارونا وفي الرز والبطاطس كل الحاجات اللي بتدينا نشويات دي بتدينا طاقة تمام؟ البروتين ده برضو عنصر غذائي بيساعدنا في النمو وبيخلي جسمنا قوي اتس ان موجود في ميت في اللحمة وفي السمك والبيض ده البروتين اللي بيخلي جسمنا قوي بيساعدنا على النمو تمام ولما يكون حد عند نقص في البروتين بيوصف له لبن مدعم بالبروتينات المختلفة والفيتامينات علشان يمشي في النمو الصحيح فاتس الدهون هي عبارة عن مادة غذائية ذات بتساعدنا في امتصاص بتساعدنا في امتصاص بعض الفيتامينات المهمة موجودة في بعض الزيوت دايما تلاقيها في الزيوت والسمن والحاجات دي وكمان في المعجون اللي موجود زي مثلا الزبدة بيقولك زي زيت الزتون الحاجات اللي احنا بنفردها في السندوتشات بتاعتنا الفيتامينات برضو هي عنصر غذائي نقدر نلاقيها في الفاكة والخضروات المعادن هي برضو مادة غذائية تمام زي الكالسيوم والزينك الشجر عبارة عن مادة غذائية نقدر نلاقيها في الحلويات تمام وكمان نلاقيها في بعض المشروبات اللي فيها السكر فايبر دي عبارة بقى عن انسجة تمام هي مادة غذائية برضو موجودة في الخضار والفاكهة تمام والانسجة نفسها بتاعتها يعني مسلا تلاقي الخيار وتلاقي مسلا البرتقان وتلاقي التفاح الانسجة اللي فيه دي هي اللي بنقول عليها الالياف تعال كده نقراها من الاول بيقولك يعني بيقولك دي مادة فيها عناصر معدنية تمام موجودة في الياف الخضروات والفواكه تمام منتجات الالبان هي عبارة عن اطعامة ومشروبات بيستخرج من اللبن زي الجبنة ايه هو الكالسيوم واحد من المعادن اللي بيحتاجها او بتحتاجها اجسامنا طب ايه هي كلمة نيوترينت اخدناها قبل كده يعني ايه العناصر الغذائية هي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها الكربهايدريتس والبروتين والفاتس والمينرال والشجر والفايبر كل ده والكالسيوم كل دي عناصر معدنية تمام substance that provides يعني مواد بتدينا بتدعمنا food important for growth and keeping someone alive يعني هي المواد اللي بناخدها بيقدمهننا الاكل وهي حاجات مهمة لان امامو بتخلينا عايشين balance التوازن a condition in which different elements are equal or in the correct proportions يعني بيقولك ان التوازن ده عبارة عن ان العناصر المختلفة تكون في النسب الطبيعية بتاعتها energy الطاقة the strength and power needed for physical or mental activity يعني هي القوة اللي احنا بنحتاجها لحركتنا الجسمانية ونشاطنا delicious يعني ايه لذيذ يعني taste is good يعني طعمه كويس طعمه جيد healthy صحي good and right to eat كويس وصحيح في الاكل section يعني section one part from many parts جزء من عدة اجزاء هنا هنا بتقول لهاني i always have fruit at breakfast انا دايما باكل فكهة على الفطار a natal or a banana يعني عبارة عن تفاحة او موزة there are lots of vitamins in fruit يوجد الكثير من الفيتامينات في الفكهة and there is fiber ويوجد ايضا الياف too do you like fruit هاني بتحب الفكهة يا هاني يبقى هنا بتقول انا بحب اكل فكهة على الفطار تفاحة او موزة في فيتامينات كتير في الفكهة وفيها كمان الياف بتحب الفكهة يا هاني قالها yes i do نعم انا كذلك but what are vitamins ايه هي الفيتامينات دي why do we need them وبنحتاجها ليه قالت له vitamins are nutrients الفيتامينات عبارة عن عناصر معدنية and some foods في بعض الاكلات they are good for all parts of your body دي مفيدة وجيدة لكل اجزاء جسمك and they make you strong وده بتخليك قوي mom says mama بتقول we should eat lots of fruit يجب علينا ان نأكل الكثير من الفكهة to get the vitamins we need لكي نحصل على الفيتامينات التي نحتاجها هاني بيقول that's good ذلك جيد because fruit لان الفكهة is delicious لذيذة are there vitamins in eggs هل يوجد فيتامينات في البيض قالت له yes they are نعم يوجد I always have fruit at breakfast an apple or a banana there are lots of vitamins in fruit and there is fiber and there is fiber too do you like fruit honey yes I do but what are vitamins why do we need them vitamins are nutrients in some foods they are good for all parts of your body and they make you strong mom says we should eat lots of fruit to get the vitamins we need that's good because fruit is delicious are there vitamins in eggs yes they are هنا بيقولك it's important to get a balance of the right kinds of food من المهم ان تحصل على توازن في انواع الاكل الصحيحة our bodies need lots of different nutrients لان اجسامنا دي بتحتاج انواع مختلفة من العناصر الغذائية فاذا لازم تنوع وتعمل توازن بين انواع الاكل المختلفة ما تكلش انواع معينة وتسيب الباقي including vitamins وتشمل ذلك يعني الانواع دي بتشمل المفروض انت تكلها vitamins and minerals to work well and be healthy علشان جسمك يشتغل كويس ويكون صحي this healthy eating plate is a good way to think about what we need بيقولك الطبق الصحي ده للأكل مفيد تمام او طريقة جيدة to think about علشان نفكر في الحاجات اللي احنا بنحتاجها number one we should try to eat five to seven pieces of fruit and vegetables a day من المهم او ينبغي علينا ان احنا ناكل من خمسة لسبع قطع فاكهة من الخضار والفاكهة في اليوم there are lots of vitamins in fruit في الكثير من الفيتامينات في الفاكهة such as vitamin c زي vitamin c there is also fiber يوجد ايضا الياف fiber is very important in a healthy diet fiber is very important in a healthy diet يعني الالياف مفيدة جدا ومهمة جدا تمام للغزاء الصحي number two carbohydrates give us energy الكربوهايدرات بتديني الطاقة we can get these in bread نقدر نحصل على هذه في الخبز pasta والمكارونا rice والارز and cereal والحبوب number three we need protein to help us grow احنا عايزين البروتينات عشان تساعدنا في النمو and to make our bodies strong وبتخلي اكسابنا قوية there is protein in meat فيه بروتين في اللحمة fish والسمك and eggs والبيض number four there is protein in foods such as milk and cheese too في بروتينات برضو في الاكل زي اللبن والجبنة ايضا diary foods المنتجات الالبان دي also give us بتدينا فيتامينز تدينا ايضا فيتامينات and mineral way معدن cold calcium يسمى الكالسيوم calcium is good for our bones مفيد جدا لعظمنا heart والقلب and muscles والعضلات number five we need some fats بنحتاج لبعض الدهون two ايضا because they help us علشان هم بيساعدونا absorb some important vitamins في امتصاص الفيتامينات المهمة there are healthy fats بس في دهون مفيدة في بعض الزيوت والحاجات اللي هي بنفردها such as olive oil زي زيت الزتون and butter والزبدة طبعا انا بحي الراجل العبقاري اللي عملي الخلفية زرقة وعمل اللي الكلام بالإيه سود ما كانش نقص غير ان هو يعملها بالأزرق عشان ما نشوفش حاجة يعني طيب عمالة الخلفية زرقة كده عمل لنا الكلام بالأبيض يعني خلى عندك يعني شوية نظر هنا بقى التدريبات أنا مش هعيد تاني عشان درس ما تقولش قوي يعني عايز ترجع الفيديو رجعه شوية عشان تعيد ايه ترجمة الكلام ده يلا بينا على التدريبات سامي وحسام سامي بيسأل السؤال قال له نعم أنا بقى أكل طعام صحي أكيد السؤال هل بتاكل طعام صحي قال له تقدر كده تفتكر لي نوع من منتجات الألبان تمام في قسم بتاع منتجات الألبان حسام رد عليه قال له في القسم بتاع الكربوهايدرات تقدر تفتكر لي حاجة منه هنا هتختار حاجة من منتجات الألبان ممكن تقول ايه يس اي كان اه مسلا فور اكزامبل تشيز او تكتب تشيز على طول تمام هنا برضو هتقول يس اي كان اه اتس وتقول مسلا حاجة من الكربوهايدرات اتس رايز او اتس باستا او اتس سيريال وهكذا هتكمل الكلمات دي كربوهايدرات بروتين فيتامينز فات شوغر بلانس اللي هو التوازن وهو التوازن عشان ما يقعش انرجي طاقة بون اللي هي العظمة هنا هتعرى الفقرة دي هي نفس الدرس اللي خدنا ده كلام اللي احنا شرحنا من شوية هتحل على القطع دي التمرين اختار الاجابة الصحيحة الموجود بكثرة في الفواكل كربوهايدرات ولا الفات ولا الفيتامين بروتين ولا فايبر ولا كالسيوم في ميت والفش ملك وشيز هم دايلي ولا دايري ولا دايري دايري يعني يوميا دايري يعني مذكرات او يوميات اما هي دي منتجات الالبان هي دي الاجابة الصحيحة حبيت اقولها لك لان ناس كتير هتغلط فيها نحنا كنا بنتسيل فيها في السنوية العامة يعني منتجات اطعمة الالبان او منتجات الالبان لان ناس كتير هاتف لان ناس كتير منتجات الالبان ودونا الموجود في الالبان ونزل فيبر كالسيوم المفيد لعظامنا من الثلاثة دولة يمكننا احضر الكاربوهيدرات والبروتين والفيتامين في برد، باستا وراء هناك جمع والبروتين والفايبر في الهدى كالسيوم هو ريتامين والمينرال والبروتين نحتاج لفيتامين والفيتامين والفيتامين لإمساننا كاربوهيدرات والفايبر يجعلنا منطقة نهار بروتين ولا فاتس ولا شجر كيكس بسكوت ان سودا كونتين شجر ولا بروتين ولا فايبر هنا بيقولك قلنا اربع جمل تمام هو كتب لك هنا تلاتة اتصرف بها في اي حتة واكتب لك جملة الرابعة ان شاء الله حتى ورقة خارجية تمام تعال كده نشوف الكلمات اللي هتساعدنا هتبص على الصور دي تمام وتقول وتقول مثلا الحاجات الموجودة دي مثلا تعمل كومة تمام وبعدين تيجي في الغداء وتتكلم عن الحاجات الموجودة في الغداء ممكن تختار منهم حاجتين تلاتة تقول مثلا في العشاء نجيب لك الله على مقطعة لحم حتى ده كل لحمة في العشاء مش عارف ايه الغداء ده شكل لحمة ده او تقدر تقول تمام المهم يعني هتقول لي نوعين تلاتة من الاكلات وتقول لي نوعين من الاكلات وتقول لي خلاص هتقول لي تب الجملة الرابعة هكتب ايه تاخد واجبة خفيفة تقول احيانا انا باكل واجبة خفيفة احنا قلنا تجي في اول الجملة او اخرها يعني تاكل لك كده تضرب لك صندويتش بين الوجبات او تقدر تقول يعني القادم افضل بإذن الله عايزك ان شاء الله تكتب لي الجملة دي بخط كويس ونتقابل الحلقة الجاية في مع تحياتي ياسر الكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته